السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد في قناتكم اهذائل نقوم بالوصف العقارات مختلفة خاصة منها الشقاق نعطيكم فكرة على كل ما هو جديد من ناحية الدكور المواد المستعمال الجديدة الافصالات والمواقع التي يتواجدون نحاول نقربكم كذلك من السوق لكي تعرفوا ما هناك من خفض او الاستقرار او تحت تمن معكم طارق نقوم بالوصف العقارات كطلب كيف ديمة لا تنسونا بضغط الزر الإعجاب وكذلك بالزر الشرك فتلقناتنا ربما تجدون العقار لكي بيتكم ان شاء الله واحد النهار لا تريد ان نضيف وإذا كان لديكم شيء عقار ولا تريدون تبيعه ولا تريدون تقريبه نحن سوف نقوم بالإشارة لكم لأننا سوف نقوم بوكلة عقارية كتواجد بحي رياد الزيتون بمدينة امكانها سنحاولون ما امكان سوف نقوم بطريقة احترافية العقار الذي نشاهد اليوم أول معلومة هو أنه يتواجد بحيث في حالة قلمة نضع فيه عروض العقارية هو بحيث لباساتين والمدينة مدينة مكناز هذا العقار كما ترونه يتواجد في عمارة التي فيها ثلاثة طوابق لدينا هذه الشقة في الطابق الثالث شقة ما زال جديدة ما زال ما تسكنها عدد الشقة في كل طابق هما جوج كان هذه وكان واحدة اخر احداها كبر منها شوية وبالنسبة للثامن الثامن هو 390 ألف درام كما أكدنا صاحب العقار لكن هذا الثامن يبقى قابل للتفاوض يكفي أن الإنسان يجي يشوف الموقع يشوف الشقة عن قرب يطلع على جميع التفاصل ومن بعد يدوز للمرحلة للنقاش للعقارات والنقاش للثامن للبيع المساحة إجمالية فيها تقريبا 82 أو 84 متر مربع هذه الشقة مزحة إجمالية فيها مرشرة والطروج والسطاح والحقفة في الواجهة العمارة والواجهة التي لديها هذه الشقة هي أنها وجهة الجنوبية الغربية على الشمش تقريبا في هذه الشقة من الجوج 3 أو 4 لديها الشمش في هذه الساعات تقريبا ساعات كابلين اللي بقى لنضيف وهو إذا كان لديكم شيء عقار يريدون أن تبيعوه أو كدلك تضعوه للكراء نحن رحل الخدمة لكم لا تنسونا بالتغطاء الزر الإعجاب تحفيزات تحفيزات ونقول لكم شكرا شكرا وإلى اللقاء في عقار مقبل عم قريب إن شاء الله السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر